المعنوية زيد والمعنوية أطلق علي بكرك قدم وسرج حصانك قدم وسرج حصانك وابتل البيت وانقض والجريحة جريحة ياهلا وسهلا عزيزي المشاهدين الرحل فيكم مرحبا ومسهلا وصلنا إلى مسك الختام وصلنا إلى الكرت الذهبي اللي بيختصر على الشاعر اللي بيحصل عليه مشوار طويل ترقب ليالي بيكون فيها الترقب كبير بيكون فيها الارتباك كبير بيكون فيها التشويق كبير على طول بيختم أنه بينقله من مرحلة إلى مرحلة كرت العبور لمن سيكون ودي والله أن يعلن على طول ولكن قبل لا نعلم بنروح لللجنة وبعد ذلك نرجع للشعراء نسمع عراء اللجنة نقول لهم بيض الله وجيهكم على تقييمكم وعلى توجيهكم للشعراء خلال الأسابيع الماضية وصلوا طياني واشحب تقول طالع مرحلة وجيك بيض والله يعطيك العافية والمتسابقين من دبلة كبوذن مننا ما عادنا بنزيد الكلام يبقى ندرجات ذا الحين ويف الحون لكن الله يوفكم نحن نتمنى أن نقدم الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى أول شيء في المقام الأول ثم يرضي ضمايرنا ويرضي اللي تابعونا يقول ما بيدا اللي يدى الله فوقها نحن يطيع عمر مراقبين من الله مراقبين من الجمهور محبين الشعر واللي عرفون شعر المحاورة فالشاعر قصة اللي يقول يا بو زيد ما كل اللي يالي عيد ليلة يجيك في قمة عطاء وليلة يجيك صحيح يدف هدف لكن أنا أتمنى التوفيق للجمهورة والمسابقة تخبر المسابقات تخضع لظروف تخضع بعض الضغوطات على الشعر من ناحية وقته من ناحية معاني من ناحية تركيبة بيات اللي قدموه يشكرون عليه كل نقدم حسب قدرته وحسب مجهوده وأنا أتمنى التوفيق للجمهورة إن شاء الله أننا نراهم بالمراحلة الجاية الله يعطيك العافية بالطرف شكرا لك أما الآن ننتقل إلى عضو لجنة التحكيم فواز العزيزي أبو إعماد المايك معك شكرا الله يجيب جيد نحقك معاه دقوا تماماً أن أي ملاحظة أو شيء عمالقة الشعراء في الملاعب ويمر عليهم أحياناً مواقف محرجة أو تركيب بيت ما كان بذيك الجودة فهالشي يعني ما هو مستغرب ولا يكون في نفس الواحد أنه يسبب له مثلاً أنه يتعقد من الشيء هذا أو ملاحظة الضائقة أو لا شيء بالعكس هذا شيء طبيعي يصير لأي شاعر ولو ما فيه خطة ما عرفنا جودة الصحة وين لكن ثقوا تماماً أن وجودكم في كل الأحوال في هالمنبر الإعلامي الكبير أنه يخدمكم في كل الأحوال والله يبيضوا جيهكم موجة كبيا ضم الآن مع عضو لجنة التحكيم الشاعر حمود السمي يا مرحباً أبو عائل الله يبقيك أبو فراج أول نرحب ضيوفنا اللي شرفونا الليلة وحضورهما سعدنا الله يحييهم في محلهم ونشكر شعرانا ونشكر طادهم كله وشعرانا ما قصروا الليلة صار عندهم يعني يمكن تأخير وكذا وتحصل تحصل في الحفلات العايدية فالمسابقة هي تكون أكثر الأمور هذه ولكن فيه شعران منهم بدون ذكره سامي من غير قصورهم تعشمنا فيهم الخير وقدر الله ما شاء فعل وكل بهم كانوا قدموا مستوى وإن شاء الله كسباني مهم رايح أن يخسرون شيء طيب أبو عاليد أسمح لي أسألك أحيانا في بعض الطواريق أنتو اللجنة أخبر وأعرف تمركم على ما قال بعض الأبيات في المحاورة والتمديرات أو بعض الأبيات اللي تفهم للمشاهد بشكل خاطئ بتركيبتها ربما أن الشاعر يقصد فيها معاني أخرى ولكن ما يوفق بتركيبتها ويسبب إشكال على نفسه وهو ما يدري في غناء عن ذلك أنا سمعتكم قبل شوية استتمع منكم أختلست منكم السمع بشكل بسيط الله يعطيك هذا فقد ننك توضح بعض الأمور سامي أبو فراد حنا بخصوص اللي يدور عندنا في التحكيم هنا ثقوا تأكد أنتو الأخوان الثانيين إننا نسجلينك كله نعم كل الملاحظات والإشهادة كل بوهم نسجلينها ولكن أحيانا فيه أثناء التعليق شيء نتطرق له وشيء حفاظا على الوقت ما نحتاج للتعليق يعني نتعده رغم أن الدرجة مسجلة حنا بخصوص الليلة كان فيه بيت يهمنا وضعه وكنا مدونينها عندنا بس إنا فيه أثناء التعليق سقط سهوى اللي هو بيت الشاعر اللي من أحسن الشعراء الليلة كايدة المرواني ما قصر ولكن جاب لبيت اللي يقول لابد ما تدفع على المقضاء يا ناصر رسو هذا حقيقة ما فيه شيء بالعش ما فيه شيء مجاني ولكن الشطرة الأخير يقول كانك ما عندك واسطة ما تخش باب المحكمة هذا غير صحيح حنا فيه دولة عدل وانصاف ودولة الشريعة أهل مملكة الله يعزها حكومة وشعبا وذكرت بيت حبيب العازم يقول فيه كل دولة يمشي البخشيش اللهنية في السعودية لا يمكن وحنا حقنا الدرجة علي لكن نقول الدوداء رائع الله يعطيك العافية برعاية شكرا لك ما قصرت على الإضاح شكرا لكم شعرنا وصل شعرنا حمود شعرنا فواز أما الآن الكرة في ملعبي أنا حان وقت إعلان نتيجة الشعراء الشعراء ما قصروا أبدعوا وامتعونا ليلة استمتعني فيها قبل أن أبدأ وأعلمكم عن الشاعر الذهبي صاحب الكرت الذهبي أحب أنوه وكرر بأن تصويتكم أعزائي المشاهدين تصويت الجمهور بيبدأ بعد انتهاء هذه الحلقة وبينتهي بإذن الله يوم الأحد القادم الساعة التاسعة مساء أو العاشرة مساء عفونا الأحد القادم الساعة عشر مساء المفروض أو الأسابيع الماضية والحلقات الماضية كان ينتهي تصويت يوم الأثنين ولكن الآن ينتهي يوم الأحد الساعة عشر مساء بسبب أن حلقة الأربع عشرين أو مرحلة الأربع عشرين بتكون بإذن الله اتباعا يوم الأثنين ويوم الثلاثاء فلذلك يبتد التصويت بعد انتهاء هذه الحلقة وينتهي بإذن الله الساعة العاشر مساء يوم الأحد القادم أما الآن أعزائي المشاهدين خلونا نعلن عن الشاعر الذهبي صاحب الكرت الذهبي الحاصل على ذكرني ذكرني أبو عيسى كم درجة؟ 39.0 تسعة وثلاثين فاصلة سبعة عشر خلونا نشوف موجود هو موجود موجود يبدو الله موجود ونقول مبروك بدون مقدمات بدون ما نسمع من الشعرانا لأن الشعار فيهم ملك فيهم نبارك ونهني الشاعر الحاصل على كرت الذهبي بآخر حلقة من مرحلة الأربع وعشرين ألف 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 مبروك للشاعر ناصر الخنفري نحن نشوف الدرجات على الشاشة ناصر تعالي لأخلاص طريقتك العالم جايت جايت أوجه لهم أول شي الشكر لهم في المقام الأول ولللجنة المؤقرة والله يبيضوا جيهكم على كل حال توعدهم مش في الحقات الجاية يمعدهم من هذا المسير ورطة عاد فيه كروض ذهبية ولا خلاص تكتفي؟ لا إن شاء الله فيه؟ إن شاء الله جعل فالك التوفيق الله يبيضوا جيهكم قبل الختام نشوف معكم يا جماعة الخير ومتابعنا الكرام الدرجات اللي حصل عليها عزائي المشاركين والمتسابقين على شاشة العرض نعيد ونذكر هذه الدرجات الحاصل عكرة الذهبي ناصر بن عبدالله الخنفري 39.17 من 40 الكلمة الآن عندك عزيزي المشاهد وعدنا بعد انتهاء الحلقة بيبدأ التصويت بإذن الله نشوفكم في مرحلة الأربع وعشرين مرحلة جديدة وتحدي جديد كل مالنا نقرب للبيرق والمركز الأول في شاعر القلطة إلى الأسبوع القادم نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته